الجدير المائي بالنسبة أيضا من ضمن المضاعفات المرض قلنا أنه يصيب المخ و الرئة ممكن بكتيريا تدخل و تعمل مشاكل وعرفنا أن هذا المرض بسيط لكن لو في ضعف في المناعة ممكن يؤدي إلى مشاكل أيضا من ضمن خطورة المرض أنه ممكن يعدي سيدة حامل وطبعا لو كان سيدة حامل يؤدي إلى تشوهات في الجنين ونحذر من هذا وننصح الحوامل بالابتعاد عن أي مريض عنده جدير مائي سواء طفل أو شاب أو أي حالة ما تقرب منه هذا المريض يعدي عن طريق القحة أو العطس يعني عن طريق الإفرازات الجهاز التنفسي أو عن طريق الملامسة يعني هذه الحويصلات المائية الموجودة على جلده فيها الفيروس وبالتالي فهو معدي اشتركوا في القناة